اشتركوا في القناة خليفة زايد المؤسس نجله الاكبر قائد الامارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد الانهيان ابن الامارات البار يترجل اليوم الى جوار ربه مودعا شعبا اخلص له لسنوات طويلة احبهم فابروه وقادهم في مسيرة مباركة طويلة على خطى زايد الخير والعطاء ورث المجد كابرا عن كابر وصاغ التواضع والاقدام رفعة لشعبه ووطنه في كل المجالات مصاب جلل وفقد كبير يخيم به الحزن على الامتين العربية والاسلامية برحيل هذا القائد العظيم فقد كان رحمه الله خير معين ونصير لأشقائه في الدول العربية والاسلامية شريك لهم في كل قضاياهم العادلة فقد جعل من الامارات الدولة المحبة المخلصة لكل العالم العربي من شرقه الى غربه تؤازر الضعيف وتنصره وتدعم المحتاج وتكفيه بمواقف تاريخية لا تمحى حتى بات اسم الامارات بقيادته رحمه الله مقرون بالخير والسلام والعطاء تاريخ عظيم سطره فقيد الامارات في كل مجال آزره عليه شيوخ وأبناء الامارات الأوفياء متسلحين بعزيمة عالية غرسها الوالد المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان رحمه الله حتى باتت الدولة عالما بين دول العالم للعطاء والتقدم والرخاء متحدين على الخير متكاتفين لتحقيق رؤية فقيدهم العزيز بكل وفاء وإخلاص محققين للامارات وشعبها الشقيق مكانة مرموقة بقيادته رحمه الله فقيد الامارات العزيز فقيد لكل الأمة ولكل إخوانه في مملكة البحرين فقد كان للشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رحمه الله مكانة عزيزة في قلب كل أسرة بحرينية يقفون اليوم مؤمنين بقضاء الله وقدره مؤازرين أشقائهم الإماراتيين بهذا المصاب العظيم وهذا الفقد المؤلم إنا لله وإنا إليه راجعون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة